عنوان الحلقة هو من الكتاب المقدس بالحقيقة أن هذا العنوان هو عبارة عن أنشودة هذه الأنشودة رنمتها الملائكة في حقل الرعاة اليوم في بيت صحور في منطقة بيت لحم أو محيط بيت لحم وكانت الترنيمة تقول المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة ما أحوجنا إلى السلام بينما يستعد العالم المسيحي للاحتفال برئيس السلام بميلاد ربنا يسوع المسيح ولكن ما أحوجنا إلى هذا السلام ما هو نوع السلام اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس وما هي فكرة السلام أصلاً ولماذا لم نتمتع بهذا السلام عبر الأزمنة والعصور ولسيما في شرقنا الأوسط ما في فترة أو مرحلة زمنية إلا واختبرنا الحروب والانقسامات والعداء والكرهية والحرب وطبعاً الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس الأماس اللي عم بيدفع ثمنها الأبرياء من الأرامل من الأمهات الثكلة ومن الأيتام وطبعاً من نقص الغذاء والوقود والكهرباء وكل أساسيات الحياة فمن نفع من الحرب ومن نفع من العداء والكرهية وهذه كانت أنشودة الملائكة وكأنها أمنية وكأنها نبوة وكأنها إرادة الله إرادة وخطة الله هي للسلام عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب أفكار سلام لأعطيكم آخرة ورجاء غرض الله أن الإنسان يعيش مبسوط يعيش سعيد يتمتع بالسلام الداخلي يتمتع بالسلام الحقيقي ولكن ما أحوجنا إلى هذا السلام في بلد السلام في أورشاليم مدينة السلام في الأرض المقدسة اللي وصلت منها رسالة وبشارة إنجيل السلام لكل العالم ما أحوجنا إلى هذا السلام فما هو الحل وما هو العلاج لهذا الموضوع اشتركوا في القناة